السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم القراءة للصف السادس الابتداء عد المحادثة والتعبير الكتابي بغداد صفحة 97 هذه المحادثة ما مرتبة فرتبتها رتبت هاني فانتو من تكتبون او دفتر القراءة او تمتحنون بيوم يعني عدكم امتحان ما ترقمون بدون ترقيم ولا هذه العلامات الزرق فاول وحدة هنا اولا ثانيا رابعا ثالثا خامسا خلينا نقرأ حسب الارقام بغداد بغداد عاصمة وطننا العراق اسست سنة 145 هجرية عند تقارب نهري الدجلة والفراد في وسط العراق تقع بغداد على نهر الدجلة والذي يقسمها على جانبين الكرخ والرصافة يربط بين جانبيها اكثر من سبعة جسور وفيها قناة طويلة في جانب الرصافة عليها قناطر للعبور فيها بنايات عالية وساحات كثيرة وحدائق عامة ومتنزهات شوارعها عريضة وطويلة وفيها آثار قديمة في بغداد معامل ومصانع وأسواق تجارية كبيرة تزدحم بالسكان نهارا وفيها مدارس ومعاهد وجامعات ومستشفيات حكومة وأهلية مثل ما قلت لكم هذي الترقيم وخلصنا درسنا اليوم من شاء الله توفيق